عزقاء المشاهدين والمستمعين منحييكم عبر صوت لبنان بحلقة جديدة من برنامج نقطة على السطر رح نصلت فيها الضوء اليوم على القطاع الزراعي على التربة على الفسفور على الضحوصات اللي قالوا عم تنعمل عن اليورانيوم على التغير المناخي شو عم بيصير بالعالم يعني فيه شي بإيدنا وفيه شي بإيد طبعا القوى الدولية اليوم والتعديات على البيئة والطبيعة والارتداداتها على صحة البشر نحكي عن كلية الزراعة بالجامعة اللبنانية وضيوفنا اليوم البروفيسور ندين نصيف داغر عميدة كلية الزراعة بالجامعة اللبنانية وأيضا عدد من المزارعين وعننا كمان دكتور جورجيو كاللاسي رئيس مصلحة الزراعة أما البداية فرح تكون بقاب رجعوني لقاب وبإحدى جلسات مجلس الوزراء مدد لحصرية الميدل إيست طيب ليش هالحصرية؟ إنه لي بدأ يكون للميدل إيست حصرية بوقت مجلس الوزراء نفسه منع الحصرية فقط خلى حصرية الميدل إيست شو ارتداداتها على السياحة شو ارتداداتها اليوم على الزوار اللبنانيين وغير اللبنانيين ليش هي التيكت الأغلى؟ ليش ما بيكون عندنا طياران تشارتر؟ بيكون هو الأرخص ارتداداتها على الاقتصاد؟ نحن مش عم نحكي من عدم في دراسة نعملت بهالإطاع من المعهد اللبناني لدراسات السوق خلينا نلقي الضوء عليها ونستقبل الباحث من المعهد اللبناني لدراسات السوق خالد أبو شقرة أهلا وسهلا فيك عبر إذاعة صوت لبنان أهلا فيك نوال يعني حتى المعنيين نفسهم بمتابعة هالملف أي حصرية الميدال إيس بمعون خبر أنه تمدد لبئاب يعني هي وشو تحت الظلام تحت جنح الظلام بعض الظهور أنه شو صار يعني من خارج ردوة للأعمال صحيح ليش بمعون خبر برأيك؟ التمديد الثالث كان بالعام 2012 لمدة 12 سنة كان من المفترض أنه ينتهي بأيلول عام 2024 إنما بيقاب أخذ قرار مجلس الوزراء بالتمديد لسنة وخمسة شهر للميدال إيست بحجت بأنه من 2019 إلى 2021 كان في عنا تعليق للمهل بسبب كورونا والإقفال العام وبالتالي الشركة ما استفادت من هذه الفترة من تحقيق النمو اللي كان مطلوب وبالتالي مددوا للمدة سنة وخمسة شهر جريا على الاستشارة اللي قدمتها طبعا هيئة الاستشارات بوزارة العدل إلى كازينو لبنان تمديد الحصرية لإلون لغاية 2026 ليش يعني هالاستشارة عن اليوم القانونية اللي يبنيوا عليها يعني وين القطب المخفية بهالإطار وهالصحيح لازم يتمدد لحصرية شركة طيران شغل عصر باللبنان بالمبدأ لا بالمبدأ مش مفروض يكون في حصرية لأي شركة بلبنان أو لأي قطاع بشكل عام حتى أنه اتفاقيات الحصرية مش بس بتتعارض مع مجلس النواب مع قانون رفع الحصرية اللي أقاروا مجلس النواب إنما بتتعارض أيضا مع الاتفاقيات ومنها المادة 36 بالاتحاد الأوروبي بأنه مش مفروض نحن يكون في عنا ويكلات حصرية المشكلة اليوم بأنه في عنا عقلية هذه العقلية هي مباين سياسية مباين اقتصادية مباين تركيبة غريبة بهذا البلد بتخلي أنه نحن منشدد على الحصرية مش بس بالميداليست بالكازينو أيضا بالكهرباء بالاتصالات عنا هذا الاحتكار العام لمرافق أساسية مفروض تفتح على المنافسة لسببين لتخفيض الكلفة من جهة وتحسين جودة الخدمات من جهة تاني ليش نحن عم نحكي اليوم يعني عن حصرية الميداليست هي واحدة بالساحة هل يجب أن تقف الميداليست وحيدة بالحرب وتستحوز على الحصة السوقية الأكبر في زمن السلم يعني اليوم فس عنا طيران هلأ رح يقولوا أنه لما بتحز المحزوزية يعني بزمن الحرب ما قلنا إلا طيران الشرق الأوسط كل يعني طيران الدول اللي بتجي على لبنان راحوا بطلوا يجوا لأنه نحن بزمن الحرب شو يعني لما منقول حصرية الميداليست بيقدر يكون عندنا شركة وطنية أخرى يعني اليوم إلى جنب الميداليست صحيح يعني لبنان بالستينات من القرن الماضي كان في عنده ثلاث شركة طيران كان في عندنا ليا وكان في عندنا إيرليبون كان في عندنا الميداليست طبعا الشركتين فلسوا ودمجوا مع الميداليست واستوعبت الميداليست الموظفين ومن شان هذا الأمر طلبت بالتسعة وستين بأنه يصير في حصرية لألالة لمدة عشرين سنة كرمال ما يكون في عندها منافسة وتستفيد من استيعاب عدد الأشخاص نتيجة إفلاس الشركات إنما مع الأسف تم التمديد الأول بسبب الحرب تم التمديد التاني بسبب من 1992 لل2012 بسبب استفادة الميداليست مرة جديدة من عدم استفادتها من الحرب وبالتالي أعطاء فرصة جديدة والمرة الثالثة طبعا من 2012 إلى 2024 نحن عم نقول بالحصرية الميداليست هي صحيحة اليوم يعطيهم ألف عافية ومقدرة الجهود اللي عم بيعملوها إدارة وطيارين وطاقم بالميداليست مقدرة جدا الجهود اليوم ولكن هذا الشيء ما بيمنع أنه فتح اليوم السوق أمام المنافسة لإنشاء شركات وطنية قد تكون أو أجنبية بلبنان إلى جانب الميداليست هذا الأمر اللي بيقلل الأكلاف على المسافرين بخفل التزاكر بيساعد بقدوم أكتر السياح والمغتربين على لبنان بيحقق المزيد من الإيرادات للدولة اللبنانية من الضرائب وأيضا بزمن الحرب بيكون في عنا طيران تاني لغير وجهات وأرخص فينا نمدد للميداليست بس فينا نمنع الحصرية ولا هيدا يعني سؤال وجهية طبعا اليوم يعني الغاء الحصرية الميداليست ما حدا عم بيقول أنه الميداليست شركة حققت أرباح وشركة رفعت قيمتها السوقية وتحديدة من 98 لغاية اليوم وزادت عدد أسطولة الجوة هي رح تكفي أكيد إنما رفع الحصرية يصير في عنا شركة تاني ويمكن ما يصير في عنا شركة تاني بحسب وضع البلد إنما مش المفروض اليوم يظل في حصرية لشركة محددة خصوصا بأنه مديرة العام ورئيس مجلس إدارتها بيقول بحديث صحفي بأنه الحصرية مش هي اللي بتحقق الأرباح للميداليست والدليل بأنه الشركة قبل 98 كان في حصرية وتكبدت خسائر ب700 مليون دولار وفي حين بأنه من 98 لحد اليوم كان نحن بتحقق أرباح وبالتالي إنه الحصرية مش هي اللي بتأمن الأرباح إنما الإدارة الرشيدة للشركة أرقم تليفونات صوت لبنان بتصرفكم 0-1-3-2-5-5-5-5 الخلوي 76-611-0-0-3-0-0-5 الواتساب كول 76-611-0-0-1 يعني اليوم خالد أبو شقرة ومن خلال البحث يعني وحضرتك البحث في المعهد اللبناني اللي درست سوء وتقرير يعني في العديد من الصفحات حول الحصرية وحول شركة الميدال إيست اليوم هل الحصرية شرط لنجاح وتحقيق الأرباح مثل ما عم بيصرحوا المسؤولين بالميدال إيست بالطبع لا اليوم الشرط الأساسي لتحقيق أرباح هو تخفيض الكلفة التشغيلية وزيادة أعداد الركاب خصوصا بالنسبة لشركات الطيران وهيضا الموضوع ما بيتحقق إلا إذا كان في عنا نحنا طيران مخفض التكلف اليوم كل العالم ليه معنا؟ لأنه ليها الحصرية وليش معنا؟ بيت الأصيد بيت الأصيد بأنه اليوم هايدي الشركات برأيي بيستفيدوا مننا السياسيين بالتوظيف السياسي وبالتالي كل ما نحنا زدنا العدد أعداد الموظفين بالشركات كل ما ارتفعت الكلفة التشغيلية من ناحية ومن الناحية التانية أيضا البلد والمخاطر اللي عم بيمرق فيها ارتفاع أكلاف التأمين ارتفاع أكلاف الطاقة كل هايدي بترفع الكلفة التشغيلية وبتضطر الشركة العاملة إلى رفع أسعارها خصوصا إذا ما كان فيه منافسة إذا كان فيه منافسة بتضطر هايدي الشركة قد يكون تخفيض عدد الموظفين إدارة أكتر رشيدة رفض طلبات السياسيين بالتوظيف السياسي وبالتالي تخفيض أسعارها لكي تنافس الشركة التانية الموجودة إلى جميعها وهل هي الأغلى شركة ميدل إيست بالنسبة للطيران لأنه فيه شكاوى كتير من اللبنانيين وخصوصا من القطاعات السياحية اليوم أنه يلاي تعنى شركات أخرى لوكوست بيجي على لبنان كان بيجي أكتر مغتربين اليوم فيه كتير العديد من اللبنانيين مش عم بيجوا لأنه التيكت غالي يعني دخول شركات جديدة سيقدّ إلى انخفاض أسعار التذاكر وتوسيع الخيارات المتاحة قدام المسافرين وزيادة حركتهم وتنشيط القطاعات الأخرى بيقولون نعم تحكوا هالشي بزمن الحرب معلاش نحن حكيناه بزمن السلم وهلأ عم نحكيه بزمن الحرب الشركة الوحيدة يعني اليوم الحكمة بأمرة اللبنانيين بدون يجوا لازم يدفعوا يعني التيكت وأسعار غالية واللي بدون كمان يسافروا من لبنان إلى الخارج ليحجزوا مطار حتى يسافروا يعني منى بالسهولة والتيكت الأغلى صحيح وهذه السردية اليوم مش وقت نفتح هذا الملف اليوم نحن من 2005 بس فتحناه لأنه أنتو عاملين دراسة العالم شو بيقولوا يعني مش وقت نفتح هذه الملفات اليوم كل الملفات اللي علاقة بالفساد اللي علاقة بالاحتكار اللي علاقة بالشفافية نحن صلنا من 2005 إلى 2024 نوال بأزمات يعني من وقت اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري لغاية اليوم كل سنة سنتين في عنا خضة وفي عنا أزمات وبالتالي إذا ما ننأجل فتح الملفات بالتالي ما بنفتحها أبدا لهذه الملفات بالنسبة للأسعار الأسعار الشركات اللي بتجي على لبنان تقريبا هي موازي لكلفة أو لأسعار اللي بتضعها شركة طيارة الشرق الأوسط لأنه كمان الميدا اللي يستعامل احتكار ثنائي مع بعض الشركات مثل آير فرانس لنقول وغيرها بياخدوا ذات التكت لأنهم كمان بيوصلوا على ذات الوجهات وعلى المطارات الأساسية بالعالم في حين إذا مناخد ذات الرحلات اللي عم بتتم إلى مناطق قريبة من لبنان بذات الوقت بذات التاريخ منلاقي أحيان في فرق خمسين بالمية بيئة الكلفة وهذا الشيء اللي بيؤدي لأحجام كتار أنه يجو على لبنان خالد أبو شارق إذا منقول مقارنة بين أسعار تذاكر الميدال إيست وغير الشركات اللي عم تنقل الركاب إلى وجهات قريبة صحيح في فرق كتير كبير بالأسعار في فرق خمسين بالمية وهذا يعني رقم كتير كبير في دول بالعالم عم تتجي إلى تحفيز الطيران منخفض الكلفة نظرا لإنعكاساته على السياحة والاقتصاد شو ضيعنا علينا بهالسنوات الماضية أستاذ خالد يعني اليوم في كتار اللي ما بيدفعوا تيكت ببطل تجولوا بالمطاعم بطلوا يشتروا من المحلات لأنه دافعين تيكت غالي بينما التيكت لو كان فيه منافسة اليوم التيكت بيكون أرخص بيكون فيه تحفيز للاقتصاد والسياحة أكتر بطبيعة الحالي اليوم صندوق النقد العربي بيقول بدراسة بأنه كل زيادة بنسبة 1% من عائدات السياحة بتزيد النمو بالاقتصاد بـ 0.36% إذا ما نجي نحن نطبق هذه النظرية من 2000 للـ 2024 نلاقي بأنه فوتنا على الاقتصاد فرصة الاستفادة من 8 مليار دولار زيادة بالنمو يعني تؤدي المنافسة اليوم إلى تدفق الاستثمارات بطبيعة الحال وزيادة أعداد السياح خصوصا بأنه لبنان هو أقل بلد بهذه المنطقة بعد ليبيا واليمن والعلاق باستقطاب السياح بتتخيل لبنان بلد السياحة حصتنا 2% من السياحة اللي بتجي على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعني هلأ أتيك الطيران الشرق الأوسط هو كمان يعني هيدا المسبل جزء من الأسباب لأنه يعني عم بين أهل حزب دراستكم بتزيد العائدات الضريبية للدولة تنشيط القطاعات المرتبطة بالطيران خدمات المطارات خدمات الصيانة وهو كمان ما ينشئ دورة اقتصادية يعني اليوم مصلحة البلد ومصلحة لبنان هو بإعادة النظر بسياسة الحصرية الحالية المنطقة هيك بفترض مين بده يعمل ضغط على هالمنطقة ليس داتير؟ المفارقة بأنه مثلا بالتمديد الأخير اللي صارت بالـ 2012 رغم وجود انتقادات على هذه الحصرية ورغم القول بأنه مش هي السبب الأساسي لتحقيق الأرباح وافق مجلس الوزراء بالإجماع بوقتها على تنديد الحصرية لـ Middle East واليوم بتشوفي السياسيين بيطلعوا بيشيدوا بـ Middle East وبيدعوا أيضا لتعزيز الحماية لألة بالرغم أنه اليوم الحماية الاحتكار يتناقض مع قواعد السوق ويتناقض مع أبسط القواعد الاقتصادية لزيادة النمو بيئة البلد من كل النواحي إذا اليوم بدنا نعمل يعني بالأرقام لنحكي أرقام حتى ما نكون عم نحكي هيك اليوم بدنا نحكي بالأرقام يعني مقارنة اليوم في تجارب بهالإطار يعني الجداول شو بتظهر اللي جايين على لبنان إلى لبنان واللي جايين على غير بلدان من وراء غالى التيكت بطريقة الحال طبعا طبعا يعني في جزء أساسي في كثار من المسافرين ما بيجو على لبنان من القادمين والوافدين لأنه أسعار التيكت غالي وبالتالي أكبر من السياحة الملفد بأنه اللي بيجو على لبنان الوافدين نحن منقول وصلنا مليونين وافد مثلا خلال عام 2023 30% فقط منهم سياح الباقي كلهم هني من اللبنانيين المغتربين اللي مضطرين يجو على لبنان أما لا يزوروا أهلهم أما لا يلتحوا بعائلاتهم أما لا يشوفوا أقاربهم وبالتالي عدد السياح اللي بيجي على لبنان هو مخفض جدا وأحد الأسباب طبعا مش كل الأسباب إنما أحد الأسباب هو ارتفاع الكلفة وطبعا التحكم يعني ما ننسى نحن اليوم في عنا التحكم بالوقت في عنا التحكم بالخدمة وفي عنا التحكم أيضا بالأسعار اللي عم بيوصلوا للبنان هل الميداليستي من أنجح الشركات حسب الدراسة اللي عملتوها بالمهد اللبناني لدراسات السوق؟ طبعا هي شركة ناشحة من الـ 2000 إذا بد من الـ 98 لحد اليوم استطاعت هذه الشركة إنه تحقق أرباح بـ 1.4 مليار دولار زادت قيمتها السوقية لأكتر من مليار دولار زادت أسطولة الجو إنما بيئة المقابل ما فينا نحدد اليوم إذا كانت هذه الشركة ناجحة أو غير ناجحة طالما هي محمية وهناك حصرية إذا ما نعرف إذا الشركة ناشحة مفروض نرفع الحصرية عنها نفتح القطاع على المنافسة نسمح لشركات لشركة على الأقل أو شركات أخرى بالوجود بالسوق ومن بعدين نحدد هذه الشركة أداشية بالفعل قادرة على المنافسة بظل هذه الظروف وزير السياحة السابق استيس فادي عبود أهلا وسهلا فيك صباح النور يعطيك ألف عافية أهلا وعم تسمعنا عم تسمعك الوضوح نعم ليش فيه توافق على جميع الأطراف على تمديد حصرية الميدل إيست وليش ما كنت عارف إنه تمدد له بأب يعني كيف صار التمديد يعني بدون ما حدا يعرف لمن وضع على جدول الأعمال تحت جنح الظلام برأيك شوفي يعني أنا كمان مارست كوزير لأكثر من أربع سنين أو خدمت كوزير لأكثر من أربع سنين وهي دي تمريرات الدولة العميقة معروفة معروفة وفي مدارس هذا الموضوع وكمان بس تبهت وقريبت القرار راح على هيئة الاستشارات والقضايا وهيئة الاستشارات اعتبرت إنه هيدا عشو استندوا استندوا على المهل القانوني بسبب الكورونا يخصت الكورونا إنه بحوصار في مهل يخوضوا على الكورونا إنه نجددوا نجددوا للكازينو كمان يعني هذا احتكار يعني كمان من الاحتكارات السيئة جدا باللبنان واللي عم بتأخر النمو باللبنان ريجي يعني زينه هاو دي ليش بديكونوا احتكارات ليش بديكون احتشرك الطيران ليش بديتكون احتكارات ليش يمنع على أي لبناني أو غير لبنان بيأتش شركة طيران باللبنان علما إنه النمو في العشر سنين الأخيرة أو بالعشرين سنين الأخيرة حتى هو بيأتشركات الطيران منخفضة الثمن يعني مستقبل حركة الطيران في لبنان في لجوم إنه يكون في عنا شركة طيران وهيدي شركة الطيران وعدة مطارات في لبنان وأهلي إنه تلعب دور مش على صعيد لبنان بس ولكن على صعيد أقليمي شوفي ما عرفت مين كان ضايفك اللي عندك اللي أسمعت مأخذ الباحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق عاملين بحث حول هالموضوع يعني وبالأرقام كلام دقيق وصفاته معه حق مية بالمية باللي عم بيقوله لكن كل المدارس الاقتصادية بالعالم كله يتسوا بالتفقى على أنه الاحتكار شر مطلق إن كنا عم نحكي بالمدارس الرئيس المالية أو المدارس الاشتراكي الاحتكار بأخر النمو الاحتكار بيعطيك خدمات سيئة واحدة الأسباب الموجبة اسمعي اسمعي يقول خلي المستمعين يسمعوا الأسباب الموجبة إنه شركة طيران الشرق الأوسط ما طلبت مساعدة من الحكومة متل عدة شركات بالعالم عدة شركات بالعالم طلبت مساعدة حكومية هاية معرضة للتنافض ما عند احتكار ممنوع أي شركة تانية ببلدها تنشأ ما تسرنا يعني معاني الوزير تسرنا منحكي بيها الموضوع ليش ما قدرنا غيرنا ليه ما منشوف يعني منسمع أصوات معارضة ليش كلهم يعني ببرهنين إنه هني موافقين على تمديد حصرية شركة الطيران الشرق الأوسط ليش ما بيصير في عنا مطار تاني ليه ما بيصير في عنا شركة تاني يعني وين القطب المخفية وبتقولها متل ما هي لك متل ما هي نرجع على الدولة العميقة ونرجع على المستفدين من الاحتكارات نعم فبشركة الطيران الشرق الأوسط احتكار ماذا عن ضمان الاجتماعي ضمان الاجتماعي صار مكسور ثلاث مرات نعم ضمان الاجتماعي بيستفيد منه حوال المليون لبناني ليش هيدا الاجتماعي ليش ما الإنسان العامل الموظف ما له حق هو يختار وين بد يدمن نفسه ليش بروش قورين انه بس يروح على الضمان الاجتماعي مؤسس صار مكسور ثلاث مرات كازينو يا اختي كازينو اش بتيكون في احتكار نحنا بهالمنطقة بالمشرق البلد الوحيد في كازينوية البلد العرب الوحيد في كازينوية شوف ابرس وين صارت وش عم بيصير باليامارات ونحنا بهدا منه باحتكار كازينو واحد في بدأ منها جاية القصص تبير اثنائها من ايام البلنسيين تخان رجي ليش بتيقول خلي ميت مصطع يطلع على التخان وليس ما عدو انا تخان كله ضرر بس عدو اتكساد هلأ ليش ليش نحنا ممكن نحنا كل الخبراء بيقولوا انه ممكن زل تتحرر فينا التخان بالبنان نكون مدخين الدولة من التخان عشرات الابعاف هي عليها اليوم طيب يعني نحنا ما بدنا بس تخلص الحرب بالبرودة وبالمدفع وبالمسيرات نحنا بدنا تخلص حرب الفساد اللي متحكم هالبلد ومين على الاقتصاد والاستثمار اليوم يسلم تمك يسلم تمك ما ممكن نحنا نتحول الى اجتصاد ماجح احد الشروط الاساسية شو في المكان احد اللي بقونت الخليوي الخليوي اللي كي اختي ما هو بتغلوا بيغلوا بيغلوا السقر وما في عندك حال تاني ما عندك مطرح تاني تلجأ له حتى بس يكون في شركتين بيمنعون انهم يتنافسوا نعم تعرف المسؤولين الاقتصاديين في البلبنان لو كانوا بأي بلد اوروبا بيكبلوهم بيحطوهم بالحبس هايدي سرقة للناس سرقة للناس نمنع شركتين الخليوي يتنافسوا يرخصوا بنمنعهم يرخصوا صار بده حلقة معالي الوزير بدنا يعني نرحب فيك بحلقة حتى يعني مش بس نحنا بدنا تخلص الحرب وبدنا تخلص الحرب على يعني اليوم على الاشخاص بدنا يعني نخلص من مداخلاتهم من تدخلاتهم من سلطة سياسية من دولة عميقة يعني عم تنهب البلد بأنه محتكرتهم اقتصادي اليوم يا فتنا وال شو تتصير تك نحنا بحرب وحرب مميتي يعني مش حرب هيني نا سمعت بشي اجراء اقتصادي اللو علاقة بالصمود اللو علاقة بأنه نحنا نقدر نصمود ونقدر منزيد البطالة بلبنان ولك يا عمي إذا صار أنا ناسحين زيادة عن الناسحين اللي أنا ناسحين بسبب البطالة هذا موضوع خطر جدا شو عم بتسلقوا شو عم نعملوا بهالموضوع هلا على كل حال إن شاء الله بيكون حلقة نحن وياك مع ليه الوزير وزير السياحة السابق فادي عبود أهلا وسهلا فيك عبر إذاعة صوت لبنان اليوم يعني كل الإجراءات اللي بتصير بلبنان أستاذ خالد أبو شقر الباحث من المعهد اللبناني لدراسات السوق بس قبل ما أسأل السؤال فيه مضاي خلي ما أعرف إذا بعدوا معنا مين معي؟ ألو ألو على كل حال نقطع الخط لأنه نضطرنا طيب كل الإجراءات اللي بتبتدي باللبنان بتبتدي مؤقتة وبعدها سيب تمثيل سيب دائما ليش هيك يعني وبعدها بياخدوا استشارات حتى يعني المعنيين بالاستشارات بيعطوا استشارات السنسبية لمصلحة السياسيين صحيح يا هزولت صحيح بطبيعة الحال لأنه اليوم في مصلحة لجميع الأطراف اللبنانيين من سياسيين وغير سياسيين لبقاء الوضع كما هو عليه لأنه هن مستفيدين منا نحن اليوم إذا من نلغي الحصرية للميدل إيست والكازينو من نلغيه أيضا للكهربا من نلغيه أيضا للاتصالات الاحتكارات من نلغيه أيضا للمياه وطبعا هايدي المؤسسات هي بتشكل الحديقة الخلفية للتوظيف السياسي والتوظيف السياسي بأدي فيما بعد إلى الانتخابات ووصولهم إلى مجالس النواب وبالتالي هن كلهم مستفيدين من هايدي التركيبة نعم مرة جديدة يعني فوض تمديد القابل للتجديد حسب بعد خمسة وخمسين سنة من أعطاء الميدل إيست حق حصري باستثمار النقل الجو النظامي بمجرب مرسوم اشتراعي رقمه 28 فرص تحقيق التنوع والخيارات وفتح القطاع على المنافسة وآخر هم يعني لا القطاع للسياحي ولا الاستثمار بالاقتصاد ولا قدوم المغتربين إلى لبنان ولا التخفيف عن كاهل وجيبة المواطن اللبناني نحن بيوم لليم كان في عنا حلم ونكبر المطار ونجيب عشر مليون سائح على لبنان بتعرفينا والسنط الماضي يعني بالالفان وثلاثة وعشرين شدنا التدفق شوية سياح ومغتربين على البلد رجع نفتح 400 مؤسسة مطعمية رجعنا سهمنا بخلق 30-35 ألف فرصة عمل مش بس بالسياحة بالقطاعات الرديفة إلى بالزراعة الغذائية بالتصنيع الغذائية وإلى ما هناك بالتالي اليوم نحن يجب أن يكون همن الأساس وتكبير حجم الاقتصاد وزيادة عدد السياح إلى البلد وهذا الشيء ما بيتحقق طالما هناك حصرية بس طلع الرئيس دولة الرئيس نبيه بري بجلسة مجلس نواد آل 2022 اقتراح إلغاء حماية الدولة للوكالات الحصرية بمادة وحيدة وإنه ما في بلد بالعالم عنده حصرية وليه خلوا يعني عنا عدد من المرافق يعني طول حصرية وما تدخلوا فيها لأنه إذا بهذا القانون قانون رفع الوكالات الحصرية وبكل القوانين نحن منوضعه على الورق ومنطبقه على الأرض إذا ما نيجي نطبقه على الأرض ما نحط له المرسيم التطبيقية وبيكون ناقص وبالتالي لكي تبقى الأمور مثل ما هي علي وفقط لكي إرضاء المجتمع الدولي لأنه نحن عم حط قوانين إصلاحية لأكثر والأقل الحل شو يعني شو التوصيات اللي طلعتوا فيها بالآخر شو شو لازم يسير مين لازم يضغط مين لازم يتدخل هيئة التشريع ما كان لازم توافق برأيك هيئة التشريع عملت بعتقد أنا وجبة القانوني بما أنه نحن اليوم من الـ 2017-2021 ما كان في عنا كان في عنا إغلاق عام وبالتالي صار فيه تمديد مهل وبالتالي اقترحت هي مخصة الكورونا هي المفارقة أنه هي بتوصي أنه هي أوصت بأنه بتمديد المهل لمدة سنة وخمسة شهر للشركات اللي ما استفادت منها إنما ما كانش مفروض اليوم من مجلس الوزراء الموافقة على هيدا التمديد إلا إذا كان عند جميع الأطراف اليوم مصلحة يعني خلينيقول نوال اليوم بأنه مصر عم بتقول بأنه 95% من السياح اللي بيجوا عليها هني بيجوا عبر الطيران الرخيص مخفض التكلفة اللي بيروحوا على تركيا على كل وجهات التركية بيروحوا عبر طيران مخفض التكلفة اليوم طيران مخفض التكلفة هو هدف للدول لتشجيع قدوم السياح إلى بلدانهم وتحديدا سياح المجموعات والجروبات وليس فقط النخط اللي بدوا يجي بطيران نقي شركة البدوية مهم نحن يكون عنا الخيار الآخر يكون عنا المنفسة الخيار الآخر بالأسعار وبالوجهات وبالتوقيت على كل حال أنا بدي أشكرك بعد ما حكينا عن المطار كمان يعني قصة تانية قصة تانية وبدأ حلقة عنا مطار واحد وحاكم يعني الحاكم بأمره بهالبلد عم يعمل البدوية على كل حال أنا بدي أشكرك على أمل أنه عن جد تلغى الحصرية إن شاء الله بعد بدنا ننطر للألفين وستة وعشرين للألفين وستة وعشرين يعني بدنا ننطر لحتى ما منعرف إذا رح يصير عنا دولة مثل ملازم ونخلص من الدولة العميقة لا يعني مفروض نخلص من الدولة العميقة وصير عنا دولة نشوف حالنا فيها تعطي لك ذي حق حقه إذا ما نحط شي لقدام بكرة رح يمديدولة مرة جديدة بحجة الحرب وعدم استفادتها من الحرب وزروف الحرب رح يعملوا تنديد جديد وهكذا دولة هذا ما حكينا بأموال البي سي آر صحيح على كل حال اللي وما حكينا ما حكينا أنه المساهم الأكبر بالشركة هو مصرف لبنان اللي تحوله أنصبت أرباح خلال هالفترة بسبعمية وسبعين مليون دولار وطبعا مصرف لبنان كل الأموال اللي فيه ذهبت إلى طبعا تمويل الدولة الفاسدة وغيرة منها الإجراءات وبالتالي حتى هذه المصاري قد يكونوا ضاعوا وما استفدوا منهم اللبنانيين بشكل كتير كبير ونقطة على السطر ونقطة على السطر شكرا لإلك خالد أبو شقرة البحث بالمعهد اللبناني لدراسات السوء أصدقاء المشاهدين والمستمعين فاصل ومنكون مع البروفيسورة ندين نصيف داغر عميدة كلية الزراع بالجامعة اللبنانية